جددت وزارة الصحاء التأكيد على أهمية اتباع الإرشادات الصحية والالتزام من أجل البحرين بكافة الإجراءات الاحترازية لافتة بأن المسؤولية الوطنية تقع على كل فرد من أفراد المجتمع للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 نلتزم للبحرين ومن أجل مجتمع سليم ومعافى والأسبوعين إضافيين حتى الرابع عشر من أكتوبر الجاري للحد من انتشار الفيروس والوصول بالوطن إلى بر الأمان وللحد من انتشار فيروس كورونا والتقليل من عداد الحالات القائمة في مملكة البحرين أكداء طباء وعاملون في الصفوف الأمامية على أهمية الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات في كل الأوقات والمناسبات واقتصارها على التجمعات داخل الأسرة الصغيرة الواحدة فقط وأجدد الأطباء مطالبة كافة أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات التي يذكر بها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والتي تعتبر نبراسا وموجها للمواطنين والمقيمين في ظل هذه الجائحة والمتمثلة بتطبيق جميع الإرشادات والتعليمات والإجراءات الاحترازية ومن بينها الخروج من المنزل للضرورة فقط وإلزامية لبس الكمام وغسل اليدين بالماء والصابون وتقيم ومسح الأسطح بصورة دورية ويؤكد الأطباء أنه في حال مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية فإن ذلك سيؤدي إلى حماية جميع فئات المجتمع من التداعيات والمضاعفات الخطيرة لهذا الفيروس وخصوصا فئات المجتمع الأكثر خطورة ككبار السن والأطفال والحوامل ومرضى الأمراض المزمنة وتبقى الوقاية خير من العلاج ويبقى الوعي الوطني الذي يواصل فيه المواطنون من أجل البحرين هو الحل الأمثل في ظل عدم وجود أي لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية وبتكاتف الجميع في المرحلة القادمة يسند الفريق الوطني للوصول إلى هدفه وهو مجتمع آمن وسالم ومعافى ترجمة نانسي قنقر